قرار حكومة الاحتلال ضم الأغوار ليس وليد اللحظة بل هو نتاج مخططات استيطانية عسكرية استباقية خططت ونفذت بتوجيهات محكمة ومتابعة حثيثة من أركان حكومة الاحتلال والمنظمات اليهودية العالمية التي عملت على تمويل تنفيذ هذه المخططات سعيا منها للقضاء على فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة ضم الأغوار هو جزء من السياسة العامة لنتنياهو اللي ابتدأت بضم الجولان وبيحكي عن ضم الضفة الغربية وجزء الرئيس من الضفة الغربية هو ضم الأغوار لأن ضم الأغوار له عشرات المعاني الكبيرة والمهمة أول معنى أنه يأخذ الحدود ما بين الأردن وما بين فلسطين ففي أعقاب حرب حزيران عام سبعة وستين باشرت حكومة الاحتلال بالعمل على خلق تغيرات جيوسياسية وديمغرافية على أرض الأغوار من خلال مشاريع تهويدية متعددة حملت أسماء مختلفة لكنها في جوهرها تهدف لضم وقضم آلاف الدنمات من أراضي المنطقة وترواتها الطبيعية لتمكين المستوطنين من الاستفادة منها وتوظيف عائداتها لتوسعة المستوطنات بدأ الإسرائيليون بتصرفات على مراحل ابتدأت من شمال الأغوار في منطقة بردل وكردل وعين البيضة بحفر الأبار العميقة أعمق من الأبار الموجودة في تلك المنطقة مما جعل هذه الأبار والينابيع الـ 12 نبع الموجودة في بردل وعين البيضة جف نهائيا وبدأوا يعطوهم المياه بدل المياه الجافة اللي جفت يعطوهم مياه ويدفعهم الثمن هذا الكلام أثر على المساحة المزروعة علما أن الأغوار كانت موجودة فيها حوال 58 ألف دنم خضار مشروع جونسون لسرقة المصادر المائية ومن بعده مشروع آلون لتجزئة الأغوار والهيمنة عليها ومن بعد ذلك مشاريع تبنتها حكومة الاحتلال كتوسعة شواطئ البحر الميت وزيادة مساحة ما يسمى بالتوسع الطبيعي للمستوطنات بالتزامن مع إجراءات عسكرية على الأرض لمحاصرة السكان وجوه متعددة لعملة واحدة ألا وهي ضم الأغوار الإعلان عن مشروع ضم الأغوار من قبل حكومة الاحتلال ما هو إلا ترجمة حقيقية لأحلام وأفكار استيطانية عسكرية وضعتها دولة الاحتلال منذ عام 67 وحتى اليوم الهدف من ذلك هو إلغاء فكرة الدولة الفلسطينية ومنع وجود هذه الدولة على أرض الواقع لا سيما في منطقة الأغوار التي تشكل أداة استراتيجية تنموية لهذه الدولة في المستقبل فتحي براحمة تلفجان فلسطين أريحة